طب صلاح حتى الان بيدي مع المنتخب قد ما بيدي مع علي فربول لا طب ليه لا لان صلاح احنا كلنا بنبقى عايزين اول مواحد يمسك كرة في المنتخب يدي الصلاح فين صلاح وروح يدي الصلاح تلاق صلاح قدامه ثلاثة ما هو مش بيخترع مش هيجي بالبراشوت يحط الجول هو بيعمل أسست بيعمل بيفوت بيروغ بيشغل اتنين تلاتة لعيبة معاه لما بيشغل مدافعين معاه التانيين بياخدوا فرصة يكسب صحيح عجبني جدا 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 فيتوريا لما اراح محمد صلاح في اخر ماتش او في الماتش اللي قبل ماتش الاولاني ماتش السوبيا ليه ان احنا خلاص احنا متاهلين محمد صلاح اذا كان فيتوريا اللي هو برتغالي بيعتبر محمد صلاح افاروق تاس بلاتي مع صلاح لما كان في روما اه الرجل ده انا باعتبره هو اللي عمل من صلاح النجومية وده مورينيو مع صلاح في تشلسي اه طبعا وفي روما الوضع اختلف اه يعني مش اسلوب لعبة صوش شوئية يعني هي حاجاتك يعني انا عزدي وانت في ليفر بول انت حواليك طبعا لعيبة على اعلى مستوى في نفس الوقت اسلوب لعب مختلف عن اللي بيكونه في منطقة مصر صلاح اه حواليه لعيبة ممكن تكون قريبة منه اه واخففة عنه الرقابة واخدى منه الزحمة بيبقى مستني وبفضلا ان صلاح بقى زاكد جدا في اخذ الاماكن اللي بيقدر يعمل منها حاجات اه شوال الاخير بتاعه كمان اه اه يعني الجنه الاخير ده خدش ما بين الناس فضلا ان ربنا بيحب صلاح طبعا موفقه ان شاء الله هو مخلص هو راضي اهله هو راضي مصر كلها فبيقف معه ربنا اه صلاح فعا المنتخب حتى الان لم يرضي جماهير مصر بالطريقة اللي هم فهمانها اللي هم عايزينها اللي هم عايزينها هم عايزين صلاح يكسر الدنيا مع مصر انما صلاح ما يقدرش رقابة عليه طبعا اسلوب لعب زحمة قدامه حاجات كتيرة او شوص منتخب السنغال ومان ايه نفسه مين معاه نهار ده مان ايه ضايع يعني انا شفت له معندوش